عندما يكون الموقف العربي ليس بالمستوى المطلوب وليس بالدعم المساند إلى القضية الفلسطينية سناثب إلى التهدئة طبعا والتهدئة معروف بها ولكن هذه التهدئة سوف لا تكون كالتهدئات السابقة نعم هم يريدون الآن تحقيق أهدافهم ومصالحهم وتحقيق التهدئة التهدئة ستقدم تيان الصهيوني انظر حقيقة سوف لا نرى الآن عندما ترى الأمور الآن وتقرأها ستراها مؤسفة سترى ترحيات كما قلت سترى تحطيم البنية اقتصادية وبنية اجتماعية ولكن دائما التحرير ودائما الشعوب الحرة عندما تنال حرية لا تنالها إلا بثمن كبير الآن لو كان الموقف العربي أكثر رصانة وأكثر حدية ولو كان العرب وأسلحتهم ومعداتهم وكل ما يمتلكونه موجه إلى الكيان الصهيوني لكان الكيان الصهيوني ركع الآن وطلب الصلح وطلب الخروج من الأرض ولكن هكذا الواقع العربي المؤسف لذلك سناثب إلى تهدئة وعودة إلى معالجة أوضاع المنطقة العربية لكن بصيغة جديدة تأخذ بنظر الاعتبار التطورات التي حثت خلال الأسبوعين الماضين في الأرض العربية المحتلة وغزة وكذلك التطورات التي ستأتي لاحقا بعملية إنفاذ الاتفاق النووي بين إيران والدول الأوروبية وبحضور الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر